في الوصف قال أبو تمام في وصف القلم فصيح إذا استنطقته وهو راكب وأعجم إن خاطبته وهو راجل إذا ممطط الخمس اللطاف وأفرغت عليه شعاب الفكر وهي حوافل أطاعته أطراف القنى وتقوضت لنجواه تقويض الخيام الجحافل إذا استغزر الذهن الجلي وأقبلت أعاليه في القرطاص وهي أسافل وقد رفدته الخنصران وسددت ثلاث نواحيه الثلاث الأنامل رأيت جليلا شأنه وهو مرهف ضناً وسميناً خطبه وهو ناحل قال البحتري في وصف بركة المتوكل يا من رأى البركة الحسناء رؤيتها والآنسات إذا لاحت مغانيها بحسبها أنها في فضل رتبتها تعد واحدة والبحر ثانيها تنصب فيها وفود الماء معجلة كالخيل جارية من حبل مجريها كأنما الفضة البيضاء سائلة من السبائك تجري في مجاريها إذا علتها الصبا أبدت لها حبكاً مثل الجواشن مسقولاً حواشيها إذا النجوم تراءت في جوانبها ليلاً حسبت سماءً ركبت فيها قال ابن الرومي في وصف خباز ما أنس لا أنس خبازاً مررت به يدح الرقاقة وشك اللمح بالبصر ما بين رؤيتها في كفه كرة وبين رؤيتها قوراء كالقمر إلا بمقدار ما تنداح دائرة في صفحة الماء يرمى فيه بالحجر